شهدت المتنزهات والحدائق أجواء احتفالية ابتها جنب العيد ومن أهم مقاصد الحدائق الحديقة الدولية بمدينة نصر المقامة على مساحة 55 فدانا وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة عائلات وأصدقاء كبار وصغار يكتمعون سويا فرحا بأول أيام عيد الأضحى المبارك فمنهم من يؤدي صلاة العيد ويذهب للتجمعات العائلية ومنهم من يتحرك على الحدائق والمتنزهات التي تعد مقصدا رئيسيا للعائلات في الأعياد كل عام وأنتم طيبين والأمة الإسلامية طيبة وخير وصحة وسعادة والله إحنا بنعيد هنا في الحديقة الدولية حاجة باسم الله وإن شاء الله وكل سلام طيبين والأهل والأقرائب وأنتم كمان كل سلام طيبين وإحنا سعادة نحن شوفناكم كل سلام طيبين جميعنا والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير والسيادة الرئيس بخير وسلام إن شاء الله أنا جيت مع الأسرة وإحنا أول مرة نجينا للحديقة الدولية الصراحة فمبسوطين جدا يعني وحديقة حلوة وواسعة وبعدنا كنت في فاكرة أنها تبقى يعني إزاحمة عن كده في أول يوم العيد لقيتها لقى كويسة ويعني في مساحة نأخذ راحتنا في الحديقة ومن أهم مقاصد الحديقة الدولية بمدينة نصر المقامة على مساحة 55 فدانا وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة والتي تسمح أيضا بالصحاب الألعاب والمأكلات والمشروبات وبتكلفة لا تتعدى 20 جنيها للتذكرة كل سنة وحضرتكم طيبين والتلفزيون وكل الأسرة الإسلامية بخير وإحنا بنعيد على الجميع أول مرة نجي الحديقة هنا بس بسطنا بها جدا يعني باخد جولة كده في الجنينة بفرج الناس على المناظر الطبيعية وكده بنعد على أجناحها اللي هو أجناح العربي الكويت الإمارات المغرب تمام فيه بقى فوق هنا الجناح الأوروبي كوريا وفرنسا ألمانيا تمام فيه مصر وأمريكا برضو في الجنينة هنا والله أنا باخد أولادي وأول مرة بصراحة نيجي الحديقة الدولية بسها جميلة بصراحة والله إحنا دخلناهم حديقة الحيوان فيها حيوانات أليفة والولاد كانوا مبسوطين برضو دخلتهم الملايه كانوا مبسوطين يعني وسميت الحديقة الدولية نظرا لاحتوائها على أقصام للبلاد تعرض فيها أشجارها وبعضا من ثقافاتها المتنوعة ومن هذه البلاد كوريا والأرجنتين وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي وتعد الحديقة فرصة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة في أيام العيد أجواء احتفالية وفرحة تراها وصل عائلات والأصدقاء في الحضائق والمتنزهات والتي تعتبر مقصدا رئيسيا في الأعياد بشكل عام وعيد الأطحى بشكل خاص وتعتبر فرصة للخروج من محابس التكنولوجيا والهواتف المحمولة لاستنشاق الهواء النقي والتعرف على الأشجار النادرة داخل الحضائق كاريم بيبرس التلفزيون المصري